نروح للأهلي ومونترية قبل مغدك للأهلي وبالمرس كنت متوقع؟ فيه ناس كنت متفائلة جدا تقول لك هنكسب وفيه ناس تقول لك مش مهم نكسب بس المهم إيه نعمل جيم كويس وفيه ناس كنت متوقعة أو مسلمة أو قيلة الأهلي هيخسر قدامهم في ظل الظروف الصعبة اللي وجهة أنت من أنهي واحد من الثلاثة فيهم لا أنا دايما عشان كنت داخل نادي الأهلي وحاسس باللعيبة لداخل نادي الأهلي وحاسس بقيمة النادي الأهلي وزي ما بطلع مع حضرك دايما بقول إن فعلا اللعيبة الموجودة يوم بعد يوم مع الصعبات بتثبت لا اللعيبة عندهم قومات البطولة ومقومات البطولة زي ما كلمت مع حضرك قبل كده أنها مش موجودة عند أي حد ويمكن ده اللي بيرفع سقف تموح جماهير ده اللي بيرفع سقف تموح جماهير اللعيبة يعني اللعيبة بعد كده لما تيجي تخسر مباراة ما تستغربش أن الجماهير زعلانة لا لأن أنت رفعت سقف تموحها في ظل الصعوبات زي ما كنت مع حضرك قلت إن كل الجماهير أو كل الإعلاميين أو كل النقاط كان متوقع أداء أقل من لعيب تنادي الأهلي لكن فعلا اللعيبة كانت عنده حسن الظن فعلا اللعيبة أثبتت إن شعار الأهلي بمناحضر ده مش شعار بس لأ شعار وفعل ده بيدي ثقة للعيبة إنها تقدر تأدي المباراة اللي جاية بنفس الحماس بنفس الكوة ترجمة نانسي قنقر